الصندوق اليوم تكلمت وزيرة التضامن عن قروض ستمنح للجزائريين الراغبين في النشاط في هذه الصلة في هذه الزاوية في هذه الجزئية انتاج منتجات وتجهيزات لها علاقة بمحاربة كورونا فصل لنا أكثر في هذه القروض بداية سيد الكريم اسمح لي أن أقدم لك بإجاز الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر اللي هي جهاز يعتبر جهاز من أجهزة الدولة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة هذا الجهاز اللي يقدم خدمات مالية وخدمات غير مالية بالنسبة لخدمات المالية تتمثل في قروض هذه القروض يعني من أجل شراء المواد الأولية قد تصل إلى يعني 10 مليون سنطيم وفي مناطق الجنوب قد تصل إلى 250 ألف دينار جزائري يعني 25 مليون وهناك أيضا قروض من أجل إنشاء المشاريع التي قد تصل إلى 1 مليون دينار جزائري وهذا من أجل شراء العتاد زيادة على الخدمات المالية عندما يسمى بالخدمات غير المالية والمتمثلة في التكوين يعني تكوين الشبان والشابات اللي يتقدمون الوكالة في تقنيات يعني التسير والمحاسبة وفن المقاولتية لكن المواد الأولية هل المشكلة الآن في المواد الأولية هو التوفير السيولة المالية أم توفر هذه المواد الأولية هل هي موجودة في السوق نعم نحن كجهاز نقدم قروض يعني مالية والشباب يروح للفورنيسور من أجل شراء هذه المواد الأولية ولا هذا العتاد نحن الخدمة نتعنا هي عبارة عن قروض ولكن عنا نوجههم لأنه كما هو معلوم الوكالة هي منتشرة عبر كل الطراب الوطني موجودة في كل الولايات وحتى على مستوى الدوائر عندما يسمى بمرافق الدوائر وهذا لكي يكون هناك يعني تقارب واحتكاك يعني بالمواطنين خاصة نحن كجهاز تابع لوزار التضامن الوطني نهتم بالفئات الفقيرة الفئات الهجرة خاصة المعوقين لذوي الاحتياجات الخاصة يعني تعطيهم قيمة كبيرة وزار التضامن الوطني وللازم نعونهم بقروض من أجل يعني إنشاء نشاطات ونحن يعني كفلسفة جديدة لقدمتها يعني التوجهات الجديدة لسيدة وزير التضامن الوطني والأسرة يعني زيادة عن المساهمات والإعانات التي تقدمها وزار التضامن الوطني كيما يسمى بالتنمية الاقتصادية من خلال إنشاء يعني هذه النشاطات وهذا كم يقول تحت شعار لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصدد يعني السمك ترجمة نانسي قنقر